يطالب أهالي بلدة المغير في محافظة إربيد وزارة الصحة ضرورة تحسين الخدمات المقدمة في مركز صحي البلدة الشامل الذي لم تتعدى الخدمات فيه ما يقدم في مركز صحي أولي تفاصيل أوفا في تقرير غيث التل مطالب أهالي بلدة المغير بإيجاد مركز صحي شامل امتدت لعشرات السنين بعد أن أرقهم قدم المركز الموجود وقدم ضاجعهم تفائلوا ببناء مركز جديد كبير المساحة قبل عدة أشهر إلا أن معاناتهم لم تنتهي فرغم الفخامة في المبنى إلا أن الخدمات المقدمة بقيت على حالها المركز سيدي أسس جديد وتقيب باشر العمبي قريب من أربع شهور المركز ينقص إلى طبيب أشعة أجهزة الأشعة موجود لكن طبيب أشعة لا أسف لا فيه طبيب نسائي لا فيه، طبيب أطفال لا فيه، طبيب جراحة لا فيه فيه نقص بالأثاث، أثاث المكاتب وكراسي الاستراحات تاعت المواطنين المراجعين المركز ومركز مساحة واسعة ما شاء الله قريبا إلى 2000 أو 3000 متر لكن لا فيه خدمات، فيه نقص شيء كثير فيه أشياء والمختبر السين العزيز فيه غير فحص دم وبول، باقي الفحوصات غير موجودة فيه معاناة المرضى في الذهاب إلى مركز المحافظة في مدينة إربدة ما زالت مستمرة فلا فحوصات كاملة أو مختبرات مكتملة ولا أطباء اختصاص في مركز أنشئ ليكون شاملاً المركز الصحي اسمه مركز طبي شامل ولكنه لغاية الآن ليس بشامل السبب في ذلك تنقصه الأجهزة الطبية فحوصات الدم، الأشعة، المختبرة أي يعني مختبر بما معناه الكادر الطبي مش كامل وليس بمركز شامل دوامنا الساعة ثنتين ويسكروا كأنه عيادة كما كانت سابقاً المركز الطبي الشامل كلف الدولة كثير وهو مركز طبي شامل جيد جداً بالحيث البناء والأدوية موجودة كل يتا الإنسان هنا في البلد البلد فيها 20-22 ألف مواطن أي شيء بدنا نفعص بل نطع على إربدة أو على المستشفى اللي بيكون بهذه الصورة لا يكون اسمه مركز طبي شامل تشتكي الأطراف دائماً من تهميشها وعدم إنجاز الخدمات فيها بشكل كامل هذا مركز صحي شامل في بلدة اللي مغير بمحافظة إربن وهذا ما تؤكده اليافطة التي علقت عليه بينما تروي مصادرنا في وزارة الصحة بأنه ما زال مركزاً أولياً سيتم تحويله إلى شامل مطلع العام القادم ينتظر الأهالي بفارغ الصبر أن يكون هناك خدمات طبية متكاملة في هذه البلدة تغنيهم عن قطع المسافات الطويلة لمدينة إربن غيث التل لقناة الأردن اليوم بلدة لمغير ترجمة نانسي قنقر